مرحبا معكم أعطيكم العافية معلومة على السريع ماذا هو السيرفر؟ السيرفر هو المكان الذي يتمع في البيانات الذي يأخذ من البيانات والشركات الكبيرة يجب أن يكون لديهم أكثر من سيرفر وهو سيرفر عبارة عن مموريات جهاز يخزن مموريات والمموريات تخزن فيها البيانات مثل هل اختصار هذه هل أنا أعتبر تليفوني مموري أو تليفوني سيرفر؟ حين تليفواتنا صارت 1 تيرا تدري 1 تيرا من 10 سنة كان يعتبر كمبيوتر غول 1 تيرا حين تليفواتنا صارت فيها 1 تيرا فوقها تقدر تضيف عليه 1 تيرا ذاكرة خارجية طبعا حق سامسونج وهذا الآيفون ذبرنا عمرهم لازم نتحرش لكم يصير عندك 2 تيرا ذاكرة كبيرة تعتبر ذاكرة كبيرة بالإضافة أننا نستخدم ونرسل صور حين كل واحد تليفونا صار عبارة عن سيرفر كمية البيانات التي تستخدم وستخدم تعتبر كبيرة بحيث أن لا يمكن أن يدش على كمبيوتر ويأخذ البيانات الشركات الباجة مثل أو يفاتح لك بورت أو لك صراحية بهالبورت أنك تدش على السيرفر ما لهم تاخذها لا يمكن أن يدش على الواتساب إلا برنامج واتساب يعني السيرفر ما نفسه الفيسبوك نفسي نشاهدوا هما الواتساب والفيسبوك والإنستغرام كل المتابعة حق نفس الشركة بس عشان لا تصير عملية سلطة ولا يصير في اختلاقات فحطيك الدش انستغرام عن طريق برنامج انستغرام الدش الواتساب عن طريق برنامج اللي هو الواتساب فيصير مثل عمليات اللي هو الصلاحيات الأكيد كل واحد له مثل رقم ماك ادرس أو سيري النبر أو أي شيء بالواتساب نفسه مو موجود عندنا موجود عندهم يكون سيري النبر معين حيث لو صار شيء يعرفون من اللي يساوه وشنو صار بالضوط المنين يعلن الاختراق ويصيدونه بسرعة نفس ما قعد تصير اختراقات اللي تصير بالفيسبوك هذا وتنصاد بسرعة ليش تنصاد لان يعرفون من اللي يساوه الشغلة هذي وشون يصيدونه بسرعة وسيكونوا التقرأ ويحلونها فبالنهاية السيرفرات تعتبر أجهزة مموري زين تعمق مملوك لشركات معين انت تقدر تسوي سيرفر تقدر تسوي سيرفر يعني اكتر الشركات انت تهني بالكويتن بعد سيرفرات مو وايد غوية عندكم عادي سيرفر عادي بس الحماية في وايد غوية كل ما قوة الحماية كل ما صار انت وضعك بامان اكثر ما لكو عندك مشاكل اكثر فهذا اللي يصير فانحنا عندنا كلنا يكون نعتبرون اجهزتنا كلها يعتبرون سيرفرات تلفوني حاليا بشكل عام كلنا كلنا نعتبر سيرفرات بهالحجم اللي احنا فيه ثلاثة التلفون حاليا صارت اه على قولت واحد من الناسا يقول حاليا التلفون ما لنا اا اقوى من اا اول ما طلعوا صاروخ حق الفضل اذا كان طلعنا الفضل لاني قاعد يقولون زين ان التلفون حين صار اقوى من الكمبيوتر انتوا استخدمتوا بهذاك الزمن ليش ما تطلعون الحين طيارات او صواريخ الدنيا حق القمر يقولون لا تكلفة عالية شون تكلفة عالية يعني احنا نقول طبوا القمر يعني لحطوا وليلهم على القمر شون صلوا انجليز ما يصلوا فش اسمع بشكل عام السيرفر يعتبر جهاز تخزيني والتلفون حاليا تعتبر سيرفرات متنقلة نفس الشيء هذا نفس الشيء هذا اللي احنا نتوقع ان رح يصير بالسيكس جي باتشر انه يصير التلفونات نفس انتنات متنقلة بحيث ان كل تلفون يستقبل الاشارة يعطي حق اللي دار مدارة هذه احد الشغلات اللي كانت مطروحة حتى انسيارة مصطم عالي فاليصير ان شارة المطروحة ان كل تلفون يصيره نفس انتنات استقبل وانتنات ارسال عشان يعطي اشارة قوية 6 جي للحين الافكار اللي موجودة حقه ان التلفون نفس يصير انتنات شي ثاني تصير الانتنات مثل جام شفاف يتركب مكان شبابيك يعد رايش بحيث ان يستقبل ويدز داخل البيت يعني برا البيت يكون الاستقبال اوكي بس ان يستقبل يدز داخل حق البيت يمكنك تحطي دريشة خارجية اوشي يعني فيه انتنات خارجية لازم تكون لانا 6 جي يحتاج لها شبكة قوية فكل بيت ممكن لانا يابون اللي بيت كلها يصير فيها او ان التلفون نفسه يكون مرسى قبل ومرسل لنفس الوقت معلومة السريع ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر